واستثمار بقيمة 100 مليون دولار بين شركة يوترن السعودية الرائدة في صناعة المحتوى الرقمي على مستوى الشرق الأوسط وبين الصندوق الفرنسي بهدف إنشاء شركة لإدارة وإنتاج المحتوى الرقمي في السعودية هذه الاتفاقية التي نشر صورها منها أو نشر صور منها رئيس ميليس إدارة يوترن قصور الخطيب على حسابه في تويتر جاءت ضمن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا التي اختتمها أمس وضمن منتدى الرؤساء التنفيذيين الذي أقيم على هامش الزيارة جدوى الشراكة ومستقبل صناعة الإعلام الرقمي سنتعرف عليها من الرئيس التنفيذي اليوترن لكن منكم مشاهدين أردنا أن نعرف إذا لازالت برامج اليوتيوب المنوعة تلفت انتباهك والنتائج جاءت كالتالي 44% قالوا أن برامج اليوتيوب المنوعة لا زالت تلفت انتباههم أما 56% فنفوا ذلك ومن باريس نرحب برئيس ميليس إدارة شركة يوترن المحتوى الرقمي قصور الخطيب أهلا بك معنا شراكة بالملايين شراكة برقم جدا ضخم وهو ملفة أنظار الكثيرين فهل لك أن تخبرنا عن جدوى هذه الشراكة وما هي التفاصيل؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بفضل من الله حصل التوقيع أثناء زيارة سمو الأمير محمد والفكرة فيها أنه الدعم الشراكات بين البلدين والآن المملكة في طور دعم شراكات للمملكة وخارج المملكة مع دول متعددة سواء كانت بريطانيا سواء أمريكا والآن فرنسا والهدف من كل الاتفاقية هذه أنه كيف نقدر نقوي الـ الحمد لله إحنا في السعودية قوين جدا من ناحية المحتوى نفسه ومش بس على مستوى المملك ولكن حتى على مستوى العالم العربي ولكن الفرصة تيجي أنه مش بس عشان نصنع محتوى كيف نقدر ننمو بهذا المحتوى كيف نقدر نأسس بنية تحتية لهذا المحتوى بحيث أن المحتوى مش فقط شيء نتفرج عليه ولكن كيف الـ Big Data كيف الـ Analytics كيف الـ Content Management System كيف التعامل مع الـ Talents كيف نقدر بس قصور يعني المبلغ جدا كبير فهل كله رح يكون منصب على المحتوى ولا رح تفتحوا أكاديمية للتدريب لأنه احتماماتكم كلها شبابية في الغالب لا طبعا احنا جزء كبير من توجهنا الفترة اللي جاية في يوتر بصفة عاملة نحن نكون منصة لاحتضان المواهب وإعطاء فرصة للمواهب أنها تطلع أكثر فمن أهم الأسس اللي نريد نشتغل عليها هو Media Accelerator الآن Media Accelerator يعتبر جدا شيء أساسي لأنه عندك تالنس وعندك ناس متحمسة وعندك حب وشغف ولكن كيف نقدر نعمل منها صناعة كيف نقدر نعملها institutionalized كيف نقدر تكون منظمة ويكون فيها تدخل الناس بأفكار معينة ويطلعوا بمحتوى بتجينيك يوميا أفكار كتير جميلة وناس كتير عندها أفكار حالة لكن صعب أن الأفكار هذه تتبلور لتصبح محتوى وما بتكلم محتوى يوتيوب أنا بتكلم محتوى رقمي والرقمي يمتد من أقل شيء الآن في سناب شات إلى ستريمينج زي نتفليكس وآي فليكس وآي سي فليكس وآي سي فليكس وآي سي فليكس وآي سن وغيره فمفهوم المحتوى الرقمي ما عد سار يوتيوب يمكن أنا شفت أنت في الأول الحلقة بتتكلموا على مشاهدات اليوتيوب وهل الإقبال على اليوتيوب اليوتيوب جزء من المحتوى الرقمي ولكن المحتوى الرقمي الآن أكبر بكثير من اليوتيوب ويراهنوا على أنه رح يكون ضمن مساحة أكبر في المستقبل يعني شايفين له مستقبل كبير لكن قصورة في العودة إلى يوتين يوتين تحولت من قناة يوتيوبية إلى شركة ومؤسسة بالكامل سواء كان في العاصمة أو في جدة لكم مكاتبكم الخاصة ولكن هل المردود يوازي مبلغ الاستثمار هذا الكبير سؤال جدا جميل صراحة وفي محله لأنه إحنا قبل أن نجيب هذا الاستثمار يعني أول شيء سعينا داخل المبلغ أنه نجيب استثمار اليوتين المشكلة في طبيعة عمل يوتين والشركات اللي شبهها أنه لسه في بداية الطريق وشركات الاستثمار جزء كبير منها بيكون يبغى مردود مباشر ومردود فوري فعشان كده ما قدرنا نحصل على شركات استثمار داخل المملكة بمفهوم اللي هو المردود الفوري ولكن مع ويبيديا وتعتبر هي أكبر شركة فرنسية في مجال الإعلام الرقمي والفايف كابيتل اللي هو فوند سعودي فرنسي تفهموا كيف تأسس شركة في مجال الإعلام ومعروف قد إيش يبغى لها مال يبغى لها فلوس كتيرة ما هو أي شخص عادي يقدر أعملها يعني أنتم كالعربية أو MBC ما شاء الله تبارك الله استثمر فيها ملايين إذا مو أكتر كمان فإحنا نفس الحاجة عشان نوصل لللي نبغى نتمحله ما حنقدر بالدخل والمردود الضعيف اللي كان موجود سواء عندنا أو بعض الشركات الأخرى واضحة محتاج تدخل محتاج ضخ نحن بانتظار كل ما هو جديد بصراحة محتوىكم مسلي ومفيد وننتظر المزيد كان معنا رئيس ميلس إدارة شركة يوتين للمحتوى الرقمي قصور الخطيب من باريس شكرا لك